دول ساعدو على كده يمكن يكون مثلا نتجاوز أربع خمس ستات دول سيكولوجيتهم هنرجع للمفهم هم الذاتي الخنوع اللي هم شافوه في بيوت أهليهم إن أنا أفضل قاعدة هو جوزي يجوزني يبقى هرب من بيت عشان أروح بيت تاني على إنه هو ده اللي هينقذني بلاقي نفسي دخلت في مأساة أكبر ثم تفضل عيشة نفس العيشة السيئة ويطلع بعد كده الأولاد اللي حداك ذكرت اللي هم إخوات مروة ده مروة بالنسبة لهم هي الاستثناء يمكن هي أختها هم برضو متورسين نفس الفكر فين الفئة دي بقى اللي بتفضل قاعدة في البيت ومرتك تصرف عليك وانت بتشرب الفئة دي موجود منها كتير موجودة كتير في المجتمع طبعا ما بيكسفش على دمه يعني ده إيه ده كده راجل ده إيه ما بيكسفش لبالعكس هي اللي بتنزل تشتري وهي فأصبح متورس هذا ما نقول للمرأة المعيلة نقول للمرأة اللي بتنفقها على بيت ده عالك كبير جدا من الأزواج لو هو عيان أو عنده عيب خلقي أو في مشكلة ما عندراش مشاكل ناية تبقى معيلة بالعكس ده أنت تبقى جادعة وست الناس بس لما يبقى هو كده قاعد بيصرف على ملازاته طبعا وعايز أقول لحركة أنه هو ممكن يكون لو نزل شغل هيجيب أكتر من اللي هي ممكن تجيبه من شغلها ممكن يكون على فكرة موظف معينة في مكان معين بيفضل قاعد في البيت بحيث أنه هو بتخصم منه وبيعمل ويفضل نايم فبالتالي لما تيجي تقول له يقول لك ده لو نزل الشغلة هيجيب أكتر منها لكن ما بينزلش بسببها هي اللي تنزل وهي اللي تشتغل وهي اللي تشأ وفي الآخر هو ياخد المصر ولو ما جابتوش تضرب ولو جابت أقل تخانق معاها ولما جابتوش الحاجة اللي هو عايزها يحصل بينهم من بعض المشكلات كبيرة جدا والمرأة خانعة وتقول لك أنا مش هقدر وأهلها بيقول لما في غالبا بصها أقول لك الحاجة ما فيش أهل يعني المرأة برضو بهذا الشكل بتلاقي هي أهلها أساسا ضعفة يا إما مش موجودين على قيد الحياة يا إما مش وقفين جنبها يا إما مسدقوا وخلاصوا منها فبالتالي هي كمان بتكمل حياتها وهكذا ودي يعني أنا بسميها أن هي مش عيشة